اه مم بس وانت كل ما تقابلني تقابلني بالتقم اللحمر فهو بيه ادق ده على اساس انك كل يوم بضام يا انا حموكش اما انت بقم التقم اللحبي ادق من يوم عرفتك عندك حق والله يا ستا احنا محتاجين نروح لإسلام سعد يتقم لنا احنا اللي اتنين ايو عارفوا إسلام سعد الفاشن تيزاينر ده اه جدع الناس بتدخل عنده معافينا بتطلع الله اكبر عليها والناس اللي بيروح عنده دول يا ستا بيدفعوا لي فلوس والله اللي بيدفع لهم ولا الدنيا ماشي ازاي ده ده عاية يا ممس يعني هم بيخشوا كده يعملوا اللقطة وياخدوا معهم كم طقم وهم ماشيين ايو بس ده جاب جميع الممثلين والفنانين والمطربين كلهم مبقاش ناس غير انا وانت حموكش هو كلمنا على فكرة بس لسه مش عارفين ننفذ الفكرة ازاي يعني يعني هيعمل ايه كده طب يعني انت فاهم ولا انت مش معي بس احنا نروح له بشخصيتنا الحقيقية يا عم زكين الناس ما تعرفش شخصيتنا الحقيقية اهو هيعرفها ازاي انت مستقلب نفسك كده لها عموكشة ده انت سفع العالم ده انت بقيت مشهور في الوطن العربي كله اسلام ساعد مين وبتنجن مين هو يجي جنبك حاجة حبيبة ممي صلى الله يبارك لك يا ابني ده انت مجرد انك تروح للمحل كده دي شهرة ليه هو ده مفروض يديك فلوس اسلام لحبيب قلبي ان كان هو احسن ديزاينر في الوطن العربي فانت احسن كوميديان في الشرق الاوسط انا كده بدأت اعلق منك مميس خير يا اسطح عايزي بالزبط كلك نظر بقى بالحمكيش انا قلت الشهيصة دي وراها حاجة برضو مش لله وللوطن ان شاء الله وكمان نبيه بتعجبني نبهتك حموكش انجزا مميس اعايز كاين اعايز متين جنيه سلا فاسطة بوش ايدي وانا ادوم لك هتخلينا بوش ايدي كاعموكش عشان هتسلفني متين جنيه يا عمي ما انا هبوش رجلك بعد كده عشان ترجحهم اشتركوا في القناة